الوضع اليوم ليس طبيعياً بل خطير وحاسم هذا الوصف لقائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي كشف عنه في محافظة قم المركز الديني الشيعي الرئيسي في العالم والمتحكمة مرجعياتها الدينية في إيران سلامي سمى الاحتجاجات الشعبية التي تزامن خطابه مع دخولها الشهر الرابع بالفتنة مكرراً التحذيراً من أن الأوضاع ليست اعتيادية بل خطيرة ومصيرية واستثنائية بالتزامن مع زيادة العقوبات على إيران سلامي اتهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تحديداً بالسعي لتدمير نظام طهران رغم أن أكثر من تقرير محلي حمل رجالات طهران مسؤولية انفجار الشارع في وجوههم فالاحتجاجات غير المسبوقة وفق خبراء تجاوزت المطالب إلى أهداف في بلد يكتوي أصحابه منذ أربعة عقود بالنيران الأجهزة الأمنية التي تطارد اليوم المحتجين والشعار العيش بحرية في شوارع ومدن إيران حنان المصري الحدث موسيقى موسيقى